قال مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني إيهاب طموي إن اللجنة تتطلع للاستماع لجميع الآراء والأطروحات من مختلف الاتجاهات بهذه المرحلة مؤكدا العمل على تنشيط واستعادة عمل الأحزاب السياسية في إطار الجمهورية الجديدة جاء ذلك في جلسة نقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي لمناقشة قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحكم المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب كما أكد الطموي أنه لا إقصاء لفكر أو طرحا طالما يتوافق مع الدستور موضحا ضرورة الخروج بتوصيات من خلال التوافق بين كافة الأراء